مشاهدين الكرامة ننتقل مع حضراتكم دلوقتي بقى لقراءة للمقالة الأسبوع لنيافة الحبرى الجليل الأنبا إرماية الأسكف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأورتدوكسي ومقال جديد بعنوان الملك العادل في جريدة المصر اليوم حدثتنا المقالة السابقة عما شهادته البلاد من غلاء ووباء وجلاء وتردي الأحوال وتوقف الصناعات والإنتاج البشري حتى أتت سنة 599 هجريا أي 1202 ميلاديا التي رحم الله فيها البشر وعادة الحياة إلى سابق عهدها ثم بدأ الحديث عن حكم الملك العادل من 596 إلى 614 هجريا أي 122 ميلاديا إلى 1218 ميلاديا على مصر بعد أن صار سلطان مصر والشام فتوحدت البلاد على يده بعد وفاة أخيه السلطان صلاح الدين الأيوبي ويذكر أبو مدفر شمس الدين يوسف بن قز أغلي عن فعل الملك العادل وقت وقوع الغلاء بمصر ولقد فعل العادل في غلاء مصر بعد موت العزيز ما لم يفعله غيره كان يخرج في الليل بنفسه ويفرق الأموال في ذوي البيوتات والمساكين وكفنا في تلك الأيام من ماله 300 ألف من الغرباء إلى أن سياسة الملك العادل مع الفرنج على النقيد من موقف أخي صلاح الدين كانت تميل إلى المسالمة فكان يعقد الهدنات الواحدة تلو الأخرى حتى انتهت الأخيرة وتحرقت قوات الفرنج نحو عكة فكان عند وصول أولها أن خرج الملك العادل بجنودي إلى إليها في بيسان مدينة بالأردن بالغور الشامي فلقاها الفرنج لمقاتلته فاتجه هو نحو دمشق وفي ذلك يذكر ابن تغري عن الموافق وخرجوا أي الفرنج إلى عكة وتجمعوا على الغور غور الأردن بالشام وهو منخفض بين بيت القدس ودمشق فنذل العادل قبالتهم على بيسان وكان قد آوى إليه خلق من البلاد يعتصمون به فركب مجدا وماجا الفرنج اضطربت أمورهم وهم في أثره حتى وصل دمشق على الحدود وهم ليدخل إليها فمنعه المعتمد وشجعه وقال له المصلحة أن تقيم بظاهر دمشق ثم تحركت حملة الفرنج من عكة إلى دمياط حيث استطاعت الاستيلاء على برج دمياط الذي يطلق عليه أيضا برج السلسلة وكان قفل الديار المصرية ويعد برجا منيعا لسلاسلة الحديد الممتدة بالنيل لتمنع المراكبة التي بالبحر من دخول دمياط وحين وصل الخبر إلى الملك العادل حزن حزنا شديدا حتى إنه وقع مريضا وتوفي فيذكر ابن تغري أخذ الفرنج برج السلسلة من الكامل فأرسل الكامل شيخ الشيوخي صدر الدين إلى أبيه العادل وأخبره فضق العادل بيده على صدره ومرض من قهره مرض الموت لكن خبر موته لم يعلم به أحد من الشعب لألا يؤثر في روح الجنود المعنوية وهم في خضم حربهم لتحرير دمياط ويذكر ابن المضفر لما توفي العادل لم يعلم بموته غير كريم الدين الخلاطية فأرسل الطير إلى نابلوس إلى المعظم عيسى بن العادل فجاء المعظم يوم السبت إلى قرية علقين بظاهر دمشق فاحطاط على الخزائن وصبر العادل وجعله في محفة أي هودج لقبة له ودخلوا به إلى القلعة وكتموا موته وكان قد موت الملك العادل سنة ستمائة وخمسة عشر هجريا أي ألف ومائتين وثمانية عشر ميلاديا ونقل إلى دمشق حيث دفن أولا بقلعة دمشق ثم نقل إلى مدرسته المعروفة باسمه سنة ستمائة وتسعة عشر هجريا أي ألف ومائتين واثنين وعشرين ميلاديا ودفن بقبره بها وكان الملك العادل قد بدأ بإنشائها سنة ستمائة واثنى عشر هجريا أي ألف ومائتين وخمسة عشر ميلاديا وأتمها من بعد ابنه المعظم عيسى وقد حكم الملك العادل البلاد قرابة تسعة عشر عام وقد شهدت مصر غلاء شديدا في السنة الأولى من حكم العادل وحدثت زلزلة عظيمة في صعيدها هدمت مباني كثيرة ومات بشر كثيرون وقد امتدت الزلزلة إلى الشام والساحل فهدمت مدينة نابولوس وأودت بحياة ثلاثين ألف نفس وفي الثالث عشر أي سنة ستمائة وتسعة هجريا أي ألف ومائتين وثلاثة عشر ميلاديا من حكم الملك العادل اجتمع هو وأبنائه الكامل والفائز والمعظم لقتال الفرنج الذين غزوا دمياطا وتوفي ابنه الملك الأوحد في السنة نفسها ومن إنجازات الملك العادل إعادة بنائه القلعة الأيوبية قلعة دمشق الحالية والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي ده كان مقال سيدنا الأنبا إرمية الأسكف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرتودوكسي مقال بعنوان الملك العادل بجريدة المصر اليوم